موسيقى مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من تاكويك معكم شريف فرحات كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا بمناسبة عيد الأطحى المبارك اللي بيتعمل في مصر حاليا بقاله تقريبا تسع سنين عاد للدولة ريادتها على مستوى المنطقة كلها في كل القطاعات خاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحقيقة أن الشغل اللي اتعامل داع هلعيز القطاع على مدار السنين دي كلها اللي فاتت دفع مصر إلى أنها تكون في المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية سواء طبعا على مستوى سرعة الإنترنت أو جودة الاتصالات وكمان مشروعات الرقمنة من يومين كمان شفنا طبعا الرئيس كان بيفتتح عدد من مشروعات مصر الرقمية وكمان أطلق رسميا منصة مصر الرقمية وشاهد كذلك افتتاح عدد من المشروعات زي محطات إنزال الكابلات البحرية وافتتاح مركز البيانات الدولي في القاهرة ومراكز إبداع مصر الرقمية كل المشروعات دي وغيرها كتير خلت دول الأفريقية تسعى جاهدة إنها تتعلم من التجربة المصرية في التحول الرقمي إحنا التقينا بشخصيات بارزة مصرية وأفريقية في لقاءات حصرية مع تاكويك أكدت فيها إن مصر على المصار الصحيح في مجال التحول الرقمي والرياضة الأفريقية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكمان كانوا شايفين إن مصر بتعمل حاليا على تعزيز تواجدها في أفريقيا وأشادوا بحرص القيادة السياسية على سنة تشريعات والقوانين اللي طبعا دي هتعزز الاستثمارات الرقمية وتدعم حقوق المستخدمين في التجارة الإلكترونية هنشوف لقاءاتنا مع الدكتور فليكس موتاتي وزير التكنولوجيا والعلوم في زنبيا والدكتور مصطفى محرم خبير السياسية العامة ولكن طبعا ده بعد الفصل معايا ومنورني دلوقتي في تاكويك دكتور مصطفى محرم خبير السياسية العامة ودكتور يعني مصطفى حضرتك طبعا منورني في تاكويك وأنا طبعا يعني حابب إن أنا أتكلم في حاجات سمعتها في المودريشن وحضرتك طبعا كنت بعمل المودريشن حلوة جدا هحاول إن أنا بقى أنا الموزيع المراضي بقى مش حارف ما ممكن نعملها إزاي بس هنحاول نعمل كده يعني بشكرك على الصلافة ويعني سعيد بجودي في بينامج مهم يعني زي بينامجك وإن شاء الله يعني نعرف نوصل المعلومات المطلوبة للمشاهدين لا بإذن الله أولا طبعا من خلال المؤتمر زي وطن راكمي أنا حابب أتكلم على أهمية مؤتمر زي المؤتمر ده إحنا بنشوف مؤتمرات كتير حاجات زي FDC, Future of Data Center بنشوف طبعا حاجات زي Cairo ICT بنشوف موطن رقمي أهمية المؤتمرات دي إيه للتوعية لأن في حاجات كتير قوي في حدة الـ Digital Transformation اللي إحنا داخلين فيها ناس كتير بتسمع عنها ومش فهماها أو ما تعرفش فالمؤتمرات دي بتعمل إيه أو فايدتها إيه حقيقة المؤتمرات دي في ملتقى الأهمية خصوصا في الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي في مص البلد كلها يعني والحكومة والمجتمع بيدوع على حلول للمشاكل الاقتصادية اللي إحنا بنواجهها ويعني دي حالة صحية جدا إن إحنا نقعد مع بعض ونشوف إزاي ممكن القطاعات المختلفة تساهم في نهوض الاقتصاد أو التعافي من الأزمات المتلحقة اللي حصلت منها أزمة كورونا ومنها يمكن الأزمة الحرب اللي روسية الأوكرانية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطبيعة الحال من القطاعات الرائدة والأساسية والمؤهلة بالذات في بلد زي مصر إن هي تلعب دور مهمة في عملية التنمية ومش بس كده إن هي تخلي مصر مركز إقليمي ده لو ما كانش عالمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فلما ينعقد مؤتمر يعني وطن رقمي للسنة السبعة تحت رعاية يمكن غرفة تكنولوجيا المعلومات فالهدف الرئيسي اللي أنا شايفه إن إحنا بنفكر مع بعض كقطاع خاص وكحكومة إزاي نقدع إن إحنا يعني نواجه التحديات المختلفة الموجودة وإزاي نقدع نساعد بلدنا بالتكنولوجيا والتكنولوجيا المعلومات على تحقيق أهداف تنموية طيب بالنسبة للتشريعات اللي موجودة والقوانين والحاجات اللي بتقدر تساعد على حتة طبعا التجارة الإلكترونية إيه اللي بيقدر أو إيه اللي معمول دلوقتي بحيث إن يقدر يبقى فيه مساعدة بيقدر يجذب الشركات اللي من بره إحنا طبعا بنشوف من خلال المؤتمرات دي برضو شركات من بره جاية يعني حاجات من أفريقيا فعايزين نعرف برضو حدوك تقدر تكلمنا على الحتة دي الحقيقة دي نقطة في مطالة أهمية دلوقتي لما إحنا عافين طبعا نقبع شركات دلوقتي على مستوى العالم اللي موجودة أنا بكلمش حتى على مستوى الاقليم على مستوى العالم هي شركات التكنولوجيا دايما بنسمع عن الشركات التريليونية اللي قيمتها السوقية يعني تتجاوز التريليون اللي هو دولار منها جوجل وأبل وماركروسوفت طبعا وأمازون وكل الشركات الكبيرة دي لما بيجي بنتكلم على ملف التشريعات الشركات الكبرى دي لما بتيجي بتفكر في الاستثمار في بلد معينة أول حاجة بتبص عليها هو التشريعات وهل التشريعات دي مواقمة لعملية البزنس والتواجد بتاحهم اللي هو في البلد دي ولا لا فده يمكن البدخل الأساسي لموضوع التشريعات والاستثمار اللي احنا محتاجين نهتم بيه مصر طبعا خلال الفترة اللي فاتت شهدت طفرة كبيرة في مجال التشريعات الرقمية احنا شفنا فيه إصدار أو القانون للجريمة الإلكترونية صدر وفيه طبعا قانون لإحماية البنات الشخصية وده قانون مهم جدا صدر برده وعدد كبير من التشريعات والقوانين القطاعية احنا يمكن شايفين السنة دي ودايما أنا أحب أعكس في موضوع يعني 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 أو زاوية معينة في الموضوع ده التشريعات هو زي ما بنقول بالإنجليزي كده موفينج تارجت يعني لازم اللي احنا كل شوية ناجحها على حسب بقى المتطلبات يعني فيه تغيرات كتير بتحصل بالضبط متطلبات جديدة بتحصل حتاك ذكرت مثلا تجارة الإلكترونية احنا قبل كوفيد كان لنا وضع كانت تجارة الإلكترونية ليها مثلا أرقام معينة بعد الكوفيد احنا نتكلم على خمسين في المية نمو لازم التنظيم والتشريع يقدر يواكب العملية دي بشكل بشكل أساسي فالنهار ده مثلا في الجلسة اللي احنا حضرناها في المؤتمر ده اللي احنا نتح على كان موجود معنا طبعا أمينة عام الهيئة القوامية البيضة وعدد كبير من مسؤولين في وزارة الاتصالات بتدينا نتح على ايه المشاكل والتحديات اللي موجودة احنا سمعنا يمكن وزيتها لأن في تحديات كتير فحضرتك برضو تقدر توضح لنا ايه التحديات دي اللي موجودة وازاي نقدر نتغلب عليها بمثال صراحة احنا ساعات في مص يعني بنبقى لما بنيجي بنحط إطار تشريعي أو قانوني بخصوص موضوع معين بنبقى مركزين على شكل الترخيص يعني احنا بنتكلم على ترخيص معين على رسوم معينة ممكن انها تدفع ده مش بالضرورة الشكل الوحيد للتنظيم المفترض ان هو يبقى موجود اللي احنا بنقوله النهاردة ان في قطاع زي القطاع التجارة الإلكترونية المفروض اللي احنا نركز على عملية الحوافز ازاي اللي احنا ده فيه انسنتيف ازاي اللي احنا نقدر نحافز الشركات اللي هي حاليا مش في الاطار الرسمي يعني الدولة متعرفش عنها حاجة انها تخش القطاع الرسمي عن طريق التجارة الإلكترونية وتبتدي تدفع ضرائب وتساهم في التنمية وفي نفس الوقت تساهم في التحاول الراقمي اللي بتشهده البلد دلوات طيب يعني يمكن برضو دي حاجات من حتة التجارة الإلكترونية انا برضو كنت سامع من الجلسة ان لحد النهاردة يمكن الاند يوزرز برضو متخوفين سنة من حتة التعامل بالتجارة الإلكترونية فيه ناس بتحب تشتري cash on demand او cash on delivery زي ما بيقولوا مش بيستعملوا حتة حتة الكرادت كاردز انهم يتصوقوا بيها ودي الحتة اللي هتطرق فيها ثانية الحتة سايبر سيكوريتي مع الكمل البيانات اللي موجودة مع الديجيطال ترانسفورميشن في ناس برضو لسه مش فاهمين حتة السايبر سيكوريتي متخوفين من حتة الكلاود كمبيوتين متخوفين من الديجيطال ترانسفورميشن نفسه متخوفين من اليوزر انه هو يحط بياناته او حتة الكرادت كارد اه اونلاين طبعا يعني حاطتت ايدك على حتة موامة حتة مطلق بيو حتهمل مشاهديد مشاكل اساسي ان احنا التطوع اللي موجود في العالم ما بيجيش من غير مخاطر يعني فيه في اي عملية عملية تحول تكنولوجي فيه مخاطر معينة موجودة ودور الدولة والتنظيم انه هو يساعدنا في عملية إضافة المخاطر المتعلقة بالموضوع ده فحتة الابن السبراني لما بيجي او الجريمة الإلكترونية وكمان فيما يتعلق بالتجاهة الإلكترونية عملية مهمة جدا جدا واعتقد ان البداية الصحيحة له طبعا كان قانون إصدار قانون الجريمة الإلكترونية اللي الصدر ده ده نكلم على من تقعيبا من 3 سنين وبيجي معاه ايه بقى وده بقى العنصر اعتقد انه هو الغائب دلوقتي الوعي المجتمعي يعني المستهلك يبقى عارف انه هو يخلي باله من بياناته وانه هو يشتغل بس او انه هو يشتغل من المنصات المعتمدة مش منصات يمكن مش معروفة بحيث انه هو يحمي نفسه من عمليات النصب والاحتيال اللي هي ممكن بتمثل مخاطب وعين ده هل ده معناه ان احنا نقفل على نفسنا وزي ما حداك اشارت ما بقاش فيه تجارة الالكترونية او ما بقاش فيه استخدام لمثلا لتقنيات كلاود اللي هي بقت خلاصة اساسية في العالم كله ما ينفعش هتبقى بتعزل نفسك عن العالم هتبقى مش هتبقى بتستفيد من الحال اللي انت يبقى عندك كوادر قدر على ان هي تواجه التحديات دي وزيزة الاتصالات وجهزة قاومة تنظيم الاتصالات عنده فرق مجهزة ومضربة على التعامل مع عملية الهاكينج والسايبر تاتس بشكل عام في نفس الوقت بتحط التزامات على الشركات في حتة الابن السبراني وازاي النهاية لازم تبقى على درجة كفاءة معينة وده اللي موجود في القانون وبتضيف اليها وعي مجتمعي عن طريق حملات توعية مستمرة وده اللي عايز اسأل عليها برضو حالاتك ازاي بنقدر نساهم او الشركات والحكومة والقطاع الخاص تتزود الوعي المجتمعي احنا ساعات طبعا وده ممثلة بتحصل بييجي رسائل اسم اس بييجي على الواتساب بييجي على الفيسبوك السوشال ميديا البلاتفورمز اللي موجودة حاجات بتبقى كلها ممكن تخلي حد ما عندوش الوعي الكافي ان هو يقع في الغلطة دي او يبعت بيانات او يبعت بارقام التليفون برقم حسائب حاجات كتير قوي بنشوفها وناس كتير للأسف ساعات حتى بيبعتوا كده مثلا انسان تفي يقولك طب انت حتشتغل معانا في الحتة الفونية هتكسب معانا في كذا في رسائل على شركات معانا طبعا اتبعت برضو الفترة اللي فاتت الناس ساعات بتقع في الغلطة دي فإيه اللي ممكن يتعامل عشان التوعية الدولة مش افضل وسيلة للوصول للمواطن اللي بيوصل للمواطن هي يمكن الشركات اللي بتتعامل معاك كل يوم يعني زي مسلا لو بنكلم عشركات الاتصالات خلاص شركات الاتصالات ب يعني يمكن يعني كلها بتتعامل معاك بشكل يومي وبشكل لحظي بنكلم عالبنوك اللي انت بتتعامل معاك طبعا اللي هو بنسميه مقدم الخدمات نفسه بزفت السيرفز بروفايدر اللي هو بزفت السيرفز بروفايدرز في المنتقى الاهمية ازاي ايه امثل طريقة اللي انا اوصل للمواطن اه الدولة اعتقد ان هي محتاجة تعمل شركات حقيقية مع السيرفز بروفايدرز اللي هما بيوصلوا للمواطن بشكل يومي بحيث ان يبقى في حملات مشتركة للتوعية حوالين المخاطر وازاي يقدر المواطن يتجنبها طيب احنا برضو عايز اخش في حتة يمكن شايفينها ومن خلال المؤتمرات دي حتة الستارتابس في شركات كتير جدا نشيئة دلوقتي دخلت ودخلت بقوة من اول افكار الى تنفيذ الشركات فعلا على ارض الواقع دخلوا في حتة الديجيتل ترانسفورميشن يمكن برضو بيلجأوا الى شركات تانية اللي هما البروفايدرز بتاعة الديتا سنترز الحاجات دي اللي تقدر تساعدهم ان هما يقدروا يحققوا الابجيكتبز بتاعتهم فبرضو حضرتك شايف الحتة دي ماشي ازاي في حتة الستارتابس اتكلم صراحة؟ اه طبعا انا نتكلم بصراحة خلاص هيل دلوقتي يعني مما لا شك فيه ان الشركات النشأة دلوقتي بتعد يعني من اهم عوامل التنمية الاقتصادية ففي الاقليم وفي العالم كله ودعم الدولة ودعم الحكومة للشركات النشأة عملية مهمة جدا علشان نقدر نتعافى من الازمات اللي احنا بنتكلم عليها كتوجيهات اللي هو بنتكلم على المستوى الاعلى من الحكومة فبنتكلم على دعم دايما بنسمع عنه من مجلس الوزراء ومن الجهات المختلفة اللي موجودة هل الدعم السياسي ده اللي هو بيترجم الى اللي هو دعم على مستوى الاجراءات وعلى مستوى الصورة التفصيلية اللي هو الهيئات المختلفة اللي بتتعامل مع اشركات النشأة انا رأي ان احنا لسه وبالاضافة للاهتمام بالصورة الكبيرة والحقيقة مجلس الوزراء عامل جهد كبير اللي هو في المنطقة دي الفترة اللي فاتت ولكن مطلوب ان احنا نبص على الصورة التفصيلية احنا في عندنا يعني في شركات نشأة وعيدة جدا ومش وعيدة بس ان هي على مستوى مصر لأ عندها قدرة ان هي تطلع الى الخارج احنا عندنا شركات مثلا زي سويفل يعني فيه opportunity موجودة في opportunity ان هما يصدروا خدمات وان هما يبقوا موجودين اللي هو في اسواق مختلفة في المنطقة وان هما يشغلوا عدد كبير من العمالة وان هما يدخلوا ضرارة كبيرة للدولة تقدر ان هي يعني تعزز موادها بها ولكن الاهتمام لازم يبقى في الصورة التفصيلية الإجراءات ساعات بتبقى اللي هو تعجزية احنا كنا نتكلم على القوانين من شوية انا كنت بتكلم نهاردة في المؤتمر ان احنا لو رجعنا كم الترخيص المطلوبة مثلا من شركات التجارية الإلكترونية كم مهول بيسقل في الآخر على شركات دي وببس التحدي كبير لها طبعا تحدي كبير اللي هو علشان تقدر ان هي تحقق ربحية وان هي تنافس خصوصا هي ما بتنافس بس على مستوى محلي لي بتنافس شركات دولية عملاقة زي ما اكيد حداك عايف في المجالات بتاعتها ممكن برضو لو نتكلم على حتة والحاجات دي بيبقى ساعات في او مهم جدا ان الحاجات تطلع سهلة بطريقتها وفي ممكن سمعنا على اسمها بيدل على يعني سهولة التعامل فيها بيبقى ساعات حد ما بيبقاش عارف ان هو محتاج حاجة معانة ويلاقيها موجودة في او العكس بمعنى ان انا النهاردة ممكن يبقى عندي احتياج لحاجة ومن الاحتياج ده هو اللي يجيب الفكرة هو اللي يجيب الابليكيشن او العكس ان انا يلاقي الابليكيشن موجودة اقول يا خبرة انا عشتي كانت ازاي من غير ما الموضوع ده موجود فبرضو حضرتك رأيك ايه في الحتة دي هي اللي بيبقى اهم اكتر هل الاحتياج بيه هو ده اللي بيجيب الابليكيشن ولا بالعكس طبعا الاحتياج يعني اعتقد جزء كبير من الابليكيشن وانا عايز اعكس بايد ومعاك على مفهوم مهم جدا احنا بنتكلم كتير في مصر على عملية تحاول رقمي ولكن يعني رأي ان العملية الاشمل وفي رأي الاهم هي عملية دعم الاقتصاد الرقمي اللي هو بقى يعني بما فيها كل الابليكيشن اللي احنا بنكلم عليه انتا ممكن تعمل دلوقتي لحاجات كتير جدا والابليكيشن دي مش مجرد يعني بتخلق قيمة مضافة للاقتصاد وبتقدر التخليج تشغل شباب وتقدر تخليج اللي انت تاخد دريب اربع قدرتنا على اللي احنا ندعم الشباب دولة انه هم يعني يحطوا الابداع بتاحهم في اللي هو في اشكال مختلفة اه منها الابليكيشن زي اللي احنا بنكلم عليها منها الخدمات اللي هو الرقمية ده مستقبل الحقيقي لمصر واعتقد ان احنا محتاجين دعم اكتر ومحتاجين دعم مش بس على مستوى يعني ايه السواء العامة ولكن الشكل التفصيلي للحوافز اللي ممكن تتقدم للشركات دي بحيث انها يتحقق الاهداف بتاعتها في سؤال اخير دايما بحب اسأله وبالذات للحاتة للشباب وللستارتابس في ناس كتير قوي عندها طموحات كتير وعندها افكار وناس كتير ممكن تكون بتشتغل في حاجة وعايزة تسيبها عشان تحاول تحقق حلمه او تحقق الفكرة وفي ناس بتيجي من محافظات وفي ناس يعني بتصرف اللي وراها واللي قدامها عشان يعملوا كده عايز اعرف النصيحة اللي حضرتك بديها لحد عشان يقدر يكمل المسيرة دي بيبقوا متخوفين طبعا من فكرة انه يفشل متخوف من هو مش عارف حيه الجأل مين مش عارف الجهات اللي هو لازم يروح لها علشان تقدر تدعمه فيه ناس بتبقى محتاجة فيه ناس بتبقى محتاجة اجزة بلان فيه كذا حاجة عشان نتحقق من فكرة ليه شركة نشأة على ارض الوقع فاحابة ان حاجة تدينا نصيحة كده للشباب تقول الحقيقة يعني نصيحة الاسية ليهم خلي دايما هدفك قدامك ولازم يبقى عندك دايما ثقة في نفسك وفي فكتك وده شيء مهم الساعات ممكن يبقى الواقع فيه تحديات كتير ولكن من من الشركات النشأة الناجحة اللي احنا اتعاملنا معاها وكنا بنحاول ندعمها اللي هو الفترة اللي فاتت لقينا دايما اللي عنده ثقة في نفسه وفي قدرته والفكرته فعلا بتعالج زي ما حداك قلت من شوية يعني جاب يعني حقيقي موجود بينجح وبيوصل مهما كانت التحديات ومهما كانت العوائق ولو فشل مرة اعتقد ان هو برضو ممكن يكمل بشكل طول ايه اعتقد دايس مستفاد من كل رواد الاعمال على مستوى العالم ما تقس مدام يعني فكرتك انت يعني ايه يعني مؤمن بيها وعندك ثقة في قدرتك وقدرات الفي العمل معك كمل وكمل حد ما هتنجح ان شاء الله دكتور مصطفى الحقيقة انا طبعا زي ما قلت في اول اللقاء ان انا شفت حدرتك كمودريتر وكموزيع ممكن اقولها انا حاولت دلوقتي ان انا اعمل انا المودريشن واسأل اسئلة واتمنى يكون الاسئلة دي فيها طبعا افادة لكل مشاهدين يعني انا بشكرك والحقيقة يعني انا قصادك دلوقتي كموزيع اكتشفت ان انا موزيع فاجل لا لا بالعكس وبنامجك بنامج مهم جدا ونتمنى اللي احنا نشوف على الشاشات المصرية والعربية برامج اكتر بتعلق اضايا التكنولوجيا اللي هي زي ما كنا بنقولهم شوية ده مستقبل مصر وده مستقبل المنطقة العربية ودعم اللي هو التكنولوجيا يمكن حيحطنا على الطيق الصحيح بالنسبة للتنمية التنمية الشاملة باذن الله دكتور مصطفى شرفتنا في تاكويك وان شاء الله يبقى لنا اللقاءات مشاهدين متكملين مع بعض اللقاءاتنا خليكم معنا جمعك بإمكان المنطقة هي خلال قائلات الهوامير جمعك بإمكانك في المنطقة المنطقة قائلت راح بإمكانك المنطقة الناس تعالي هو التكنولوجيا السمع أحدث بإمكانك توقف جبقى بالتؤمن المنطقة أولا بطاقة أولا تولا إنما I think for me it's been an amazing experience, and I was grateful that I was invited by the Minister of Communication, Information and Technology of Egypt to come and be a guest speaker at a major CTI conference. I was amazed when we toured the various displays that were on hand to show the variety and depth of technology here in Egypt, made, created by Egyptians. I was literally amazed. I was also amazed, having been here in Egypt some time ago, to see the infrastructure that has been deployed, the ease with which traffic in most parts is going. Very amazing. When I was last here, it was chocker block. This was how many years ago before that, so I want to see the difference between the past visitors now. I think you could roughly call it the last substantive visit was 10 years ago. 10 years ago. Yeah, so in the 10 years, you have made tremendous, tremendous progress. I was there in 2018, but then just landed in Cairo and then went to Shiamasek. Yes. So I did not appreciate it. A nice place to visit, so actually it's a nice place. Absolutely, yes. So, but I'm very impressed with the infrastructure. First of all, we'd like to tell our audience a little bit maybe about Zambia. The current status, how is it in terms of development? Where do you see it? And then we could like say, how do you see it compared to Egypt now? Is this a learning process? Where are we now in terms of that? So can you give us a little bit of a brief about Zambia and the current situation? I think that the thing which, let me start from that the new government came into government last year in August. Yes. When we came into government, our president created a new ministry of technology and science. Science, yes. With a clear mandate that I want you to create a digital Zambia. Wow. That was a mandate. And that created the vision for the transformation of the economy into a digital economy. Yes. So, what we have been working on, first of all, is to assess the level where we are in terms of being a digital economy. So, we were supported by one of the UN agencies. And the report was produced last month, which indicates that in terms of being a digital economy, at the moment, we are at 45%. 45%. 45%. Our ambition is to be at 70% by 2030. Okay. That is the ambition. Yes. So, we're creating a roadmap to get to that target. In getting there, we have developed a strategy. Perfect. Which we are calling the digital strategy. And this digital strategy is based on three key pillars. The first pillar being digital services, including e-government services, including e-commerce and any of these digital services. The second pillar, we are saying we are going to address the skills and human capacity in this protest. And then the third pillar is innovation and enterprise. So, when you combine those three pillars, at the apex is digital Zambia. So, we have got what you may call a pyramid of transformation. Okay. Our pyramid of transformation based on three pillars. Now, coming here to Egypt, we appreciated where you are as a country. And we said to ourselves, Africa, the best way you can move forward is by collaboration and partnership with those that are ahead of you. So, that you don't invest too much time in trying to construct solutions. Come and adopt the solutions, the transformative solutions that Egypt has already done. For example, in the postal services, they are way ahead of us. So, they have told us where they were and how they got there. In e-government services, they have told us where they were and how they got there. So, that lesson will shorten the time for Zambia. Exactly. So, we shall be leapfrogging. And that is the way we are going to have development in Africa by collaboration and partnership between countries. And I love Egypt because you are open, you are willing, and you are ready to work with us. Can you see, like, this is something very important that you said that maybe there is a model that we are implying and maybe we're ahead in it. Could you make something like this and tailor make it for Zambia? So, it saves a lot of time and effort, which means in terms of development, in terms of applications, some of these models that you have mentioned can maybe be a replica in a way or even tailor made for specific needs in Zambia. In fact, what we have said with the minister of CIT is that we are going to adopt and adapt the technologies that you already have so that we can minimize the cost of investment in creating solutions. Perfect. And that is the way Africa must help each other. Where you are ahead, help, you know, your friends. So, the strategy is adopt and adaption. Perfect. That's what we're going to do. Two, we are going to learn from each other in terms of human capacity building. Okay. How do you then get the people to be ready to adapt and adopt technology? So, some of the lessons that we learned from here, for example. Yes. We have got a program which is spearheaded by the president, which is the adoption of technology at the village level. Exactly. At the village level. So, even for us, instead of thinking through, we said, how do you create such a movement, which we then can carry into Zambia? And we said, every village must feel comfortable to use technology to ease their lives. Yes. Yeah. So, they told us the institutional arrangements, the reforms that you're taking, the capacity building that you have done, and also the challenges that you have faced. Particularly, they told us about these traditional women and men in the rural areas that are always suspicious. This is very true. Yes. So, and how they have gone around to deal with those challenges, so we can take those lessons and take them into Zambia and say, no, this is the way our friends in Egypt have been able to do. And this was going to be my next question. How would you plan to create the awareness there? Like here, for instance, what they're doing now, of course, we found ourselves in a phase of digital transformation with the pandemic and everything. Things that we used to hear about became a fact, like e-learning, like doing things at a distance, the social distancing, doing things in a digital transformed way. So, we found ourselves actually in this situation, and we had to adapt, like you were saying. So, there has been a level of awareness, of course, because giving the tools or giving the applications, giving the technology, needs even the end user to be able to know how to use it in a proper way. So, maybe there has been an Egypt level of awareness, also a sort of campaigns from the government sectors, of course, from the private sector, from the conferences, like the conferences you have attended. So, is there a similar way that you can be doing this in Zambia? You see, the pandemic also created a different opportunity. Of course. It accelerated the adoption of technology. Technology, yes. And what we learned from here, in terms of various platforms, payment platforms, that were developed as solutions. Even ordering foods. Yes. Solutions were created. Things that people didn't think about before the pandemic. So, those solutions that have been created, even in Zambia, the pandemic also opened up our minds that the old way of connecting with each other can be improved. So, we have, for lack of a better word, the Uber type. Yeah. Developed by young Zambians, making transportation and movement of people much, much, much easier. Yes. Simplified payment solutions, which did not exist before the pandemic, making life a little bit easier. But what we are saying is that, can we build an ecosystem that connects the various payment platforms, so that you click once. Yes. And you are able to access and be deployed to all the payment platforms, which Egypt, at the moment, is far ahead of us. And that is one of the lessons we are taking from here into Zambia. Yes. And we have agreed with the ministry, CTI. Yes. That we are going to put all these things into an MOU to collaborate, defining the areas of engagement. And in the MOU, we have said, the focus, number one, will be on digital payment services. Number two, will be on issues around skills and human capacity building. Yesterday, we went to a number of your institutions. Yes. But one of them strike me very much, the ITI. It's in the Human Capital Building. These young Egyptians, who I was engaging with, they were telling me that they have just finished some cybersecurity. Yes. And so on and so forth. And they were being interviewed by this bank, that bank, that, you know. And they were saying to me, Minister, I have had four interviews, so I have to choose the best that I can go to. So it's created a totally different opportunity, you know, opportunity. So they are not chasing for work. Yes. They are being chased for work. Yes. And we are saying that we need to lift up our kids to the same level, so that the institute that I've got here will then partner with the equivalent institute in Zambia, so that we can exchange curriculum. We can exchange technology and other teaching methods, so that we are also able to have kids who are being chased for jobs. So the outcome here, I would say that there has been actually a memorandum of understanding now with these clear points that Your Excellency has mentioned, right? A hundred percent. A hundred percent. A hundred percent. So very, very, very clear. In fact, at two levels. Yes. Level one is at government level. Mm-hmm. Clear understanding through an MOU. Yes. Okay? That's level one. Areas of collaboration. Mm-hmm. Level two, at the business private sector level. Yes. With the chamber of CTI. Mm-hmm. taking now Egyptian business and entrepreneurs to come and set up in Zambia. Mm-hmm. We have agreed that Zambia is going to be the digital hub, the ICT hub of Southern Africa, to take advantage of our location. Exactly, because this is a very good location. Yeah, eight neighbors, eight countries. So at the private sector level, we have agreed that come October 21st, there will be a mission from Egypt coming into Zambia with the private sector to partner at private sector level in digital infrastructure, for example. Mm-hmm. To partner in cybersecurity. Yes. To partner in payment solutions. So that we can begin to work as one, as Africans. That's okay. Because solutions for Africa, whatever we do, depends on working with each other. And that is the only way you are going to have the Africa we want. So this is a clear collaboration between these countries. And I wanted to state the importance, maybe, of such conferences, like the conferences you have attended. Prior to that, there was a conference called FDC, which is the Future of Data Center. It also gives an awareness of where we are now in terms of the digital transformation, in terms of cybersecurity, in terms of hosting this data, the very big data in the data centers. So I would like also to ask your opinion about these such conferences and the outcome from these conferences and in terms of what you have seen, in terms of collaboration and what, like, many companies have been showcasing their achievements. For me and for Zambia, clearly, you need a platform to connect with each other. Yes. And there can't be any better platform other than the conference that we came to attend. At this conference, we were able to engage with real private sector who are angry to get into Africa. For example, one of them wants to come and invest in Zambia. Yes. In towers and fiber optics. Fiber optics. Yes. For example, another is looking at e-payment solutions in the education sector. Another is looking at how we can modernize the postal services in Zambia. So these things wouldn't have happened. Without such conferences. Without such conferences. So the conference has got practical outputs. And I would encourage, at an African level, that we should have a CTI Africa conference, perhaps under the umbrella of the AU, so that we can all come together as a continent and say, no, we have a common problem of digital inclusiveness in Africa. How do we break the digital divide? Egypt, where are you? What have you done? Zambia, where are you? What have you done? So when we aggregate our thinking, our capabilities, our ingenuity, nothing is impossible. It will give us the Africa we want. That's a great answer. Thank you very much. Thank you. Also, maybe you have seen some of the startups. I'd like to focus a little bit on the startups. How it's been really going well now in Egypt. And there is a very big focus on startups. There are a lot of venture capitalists that are willing to invest in startups. We've seen people, young, youth, who have developed from ideas to actual companies. We've seen entrepreneurs. Now it has become easy in Egypt to venture in this and to get some investment and to have some people and entities, even governmental entities, helping and aiding these startups. I would like to know if you've maybe witnessed something like this here in Egypt during this conference. And how is it in terms of startups in Zambia? We had an opportunity to go and tour an incubation center for startups here in Egypt and interact with startups and understand the journey that they have traveled. What is amazing is that you have a very effective ecosystem, which answers to many of the challenges that startups actually have got. One of which is to have a common infrastructure which can host these startups. Yes. So there you are organized. Very, very impressive. Two, the funding opportunities for startups organized. The creativity and exchange of ideas among startups doing different things because they are in one location. They are able to share. Yes. And engage with each other. And two things impressed me on the tour. One of the startups who is in the agricultural space. Yes. Connecting farmers to outlets and vice versa. She said, I have raised a million dollars already. and now I'm finalizing double digits, which means a couple of million years dollars investment. That for me is a mark of confidence. That to me is a mark of confidence. So what we have said and agreed with the government is, can we have a startup collaboration? Because obviously your scale is a bit high, particularly in terms of raising finances. How can these startups in Egypt engage with fellow startups in Zambia? not only at the funding level, but also at the ideas and opportunity level, because they are just kids. Put them in the room. Exactly. Can there be a collaboration maybe with youth, between the Egyptian youth and the Zambian youth? That is all. And of course there will be an integration of ideas that will come up from the different cultures as well. Absolutely. So this is a brilliant thing. Maybe there could be a sort of a conference there that will invite the top people. Because there was, when the conference of the FDC that I had mentioned, there was the FDC stars. And it's a competition for the top ideas. There are two things. There are two actual winners who have won an award of implementing and deploying the actual idea. And there is also for funding the ideas. So if there would be this example done maybe in collaboration with Zambia, it would be a perfect opportunity. In fact, it's one of the chapters in the MOU. In the MOU. Yeah. That we get the startups here with the Zambians. They see just no government, no big boys and big girls. A brainstorming discussion. Just let them brainstorm. And something is going to happen. Of course. Something is going to break. You know, the transformation that will take place when these kids engage with each other, you'll be amazed. And there's nothing that a government can do to push in ideas. Let them be the ones that create the ideas. They can't listen to me. I'm a nerd man. You know, what new ideas have I got? My job is simply to create a platform of engagement. To create an ecosystem that works for a startup. And let the kids make money. That's amazing. That is what I do. And our people in general, the community, the end users, are they still skeptical a little bit about the digital transformation? About how things transform in a fast way? About cybersecurity? Because here in Egypt, maybe, with everything that's going on, still, there are some people who think about cybersecurity. They think about the cloud computing. And for them, it's like, no, no, no. I'm not really ready to engage in this. And this is why maybe it's a challenge so that even the government and the private sector would try to make this awareness that, no, it's okay. This is the transformation that we need to be going through. And it's a normal phase. And we'll have to go through it. So just let yourselves in. You know, there's a lot of hesitation. Yes. You know, at the people level, in terms of technology. To try and break the traditional way of transacting is a big job. Exactly. Number two, issues around cybersecurity. The confidence that a person can transfer money on a mobile platform and be received. Exactly. We are having a lot of incidences of fraud. Fraud. And that is reducing the confidence in terms of trusting technology as a solution. They are suspicious of the technology. So we have a lot of work, particularly as governments, through our regulators, through our law enforcement, you know, people, to create trust. Trust. Trust is key. Of course. Trust. And we have to build trust block by block. Block by block. But how would you go about this? I mean, as you said, I totally understand that a trust issue, even it's like I would even consider it in a relationship or something. Someone who doesn't trust someone in a relationship, how can he continue his life with it? But if there is trust, of course, it is important. So how can you go about this? This is a very big challenge. It's a big challenge. And if you take the Zambia example, one of the things that we're doing is to revise our cyber security laws. Correct. So that you have a legal framework that creates the correct enabling circumstance to deal with those kind of issues. Number two, creating what we're calling a cyber security task force. Task force. Yeah. That responds and deals with issues around fraud. Issues like the fraud. Fraud. Yeah. Three is continuous awareness campaigns, you know, to the people about issues around, you know, fraud. Yeah. Three, you know, number four is securing transactions using technology. Yeah. Securing transactions and making sure that the leakages are minimized. Yes. Yeah. It's a journey that has to be taken and it will take some time before everybody feels comfortable. that the answer lies in technology. Others, it's not even because of fraud or whatever. Others, it's just that they are saying, I'm comfortable to do things the way I normally do. I used to do. Yes. You know, I'm more confident when I've got my cash in the pocket that I use my cash to go and buy tomatoes. Exactly. Now, you tell me that there's another way. Even with e-signatures, now that they're coming, people would say, like, how would I use it? I used to use the stamp. Yes. Why would I now use the signature? Absolutely. Absolutely. So, but, you know, it's a journey that will take all of us sometimes to reach the destination. Yeah. Ultimately, we are going to be there. Ultimately, block by block. Yes. looking at the legal environment, looking at the enforcement, looking at the awareness and looking at how much we can minimize the inconvenience that people suffer on a daily basis. Yes. For example, if you want to access government services, sometimes you have got to incur costs to move from one place to another, wait for so long. That is a cost. Exactly. But technology can bring that to zero. Exactly. So, ultimately, that is where we need to reach there. You have to see, it has been a real pleasure having you here in Egypt, having you in the show, and looking forward, maybe in the next couple of years, when, with the next visit, we'll see the accomplishments that has happened between both countries as well. For me, it was an eye-opener, and we have learned a lot. It has made us say, our target for an inclusive economy from 45 to 70 percent, we need to work very hard. By 2030. By 2030. Number two, we also learned that the CIT. is the fastest growing sector in Egypt. So, we are saying, how can we also make our ICT as a major contributor to the GDP of Zambia? So, we go back with a lot of lessons that we should implement that will transform the lives of the people of Zambia. Again, thank you very much for being here. It's been an honor, and hopefully, we'll have a second interview, maybe in a couple of years. Thank you. I look forward to it. Thank you very much. Thank you. 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة